هو تحدث عن أنه حدث جدال مبين ومبين جدته بسبب يعني عدم تخرجه من المدرسة لذلك بدأ بها هي الأول وهي من كانت أولى ضحايا هذا المجرم الذي ارتدى أيضا واقي ضد رصاص وذهب لهذه المدرسة الابتدائية وفتح النيران عليها وواجه أيضا رجال الشرطة واصاب سنين من رجال الشرطة إذا من الواضح بأن لديه دوافع إجرامية كبيرة لماذا تعلق على الواقعة برمتها يا أستاذ محمد؟ الهيئة الواقعة دي تحديدا فيها شيء غريب لأن هذه القصة في منطقة الغرابة إذا كان عنده خلاف مع جدته لماذا يقتل أطفال ليس لديهم أي علاقة بيهم وبعدين في التحقات قالوا أن الشرطة وصلت بعد حوالي 40 دقيقة مما أدى فرصة لهذا القاتل أن يقتل يعني للأسف عدد كبير من الضحايا وده الحقيقة حاجة في منطقة الغرابة في العادي الشرطة هنا بتوصل بسرعة فلماذا تأخرت الشرطة 40 دقيقة كاملة يعني حتى يصلوا لمكان هذا الحدث يعني القصص اللي بيتم يعني الآن هي فيها شاك كبير فيها معلومات الحقيقة يعني غير منطقية على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة